أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الذكر منشور الولاية ومفتاح دار السعادة الذكر يفتح أبواب الفتاح ويوصل العبدة إلى حضرة العفو والسماح الذكر يرفع القهر عن المظلومين ويقطع دابر الظالمين بالذكر تدفع سوء الأقدار ويرتفع عند الله المقدار الذكر نور لذلك تجد عبادات كثيرة قيدت بعدد وارتبطت بوقت إلا الذكر ندى بنا الله تبارك وتعالى إليه ووصفه وصفا لم يصف به عبادة من العبادات واذكر الله ذكرا كثيرا وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فانظر إلى وصف الذكر بالكثرة كأنك عندك ذكر مطلق تذكر الله كيفما شئت وفي أي وقت لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جاء رجل كما يقول سيدنا عبد الله بن بسه هي مئة مرة قيل في الصباح والمساء حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر هذا الفضل لمن هذا الفضل للذاكر لربه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة انظروا إلى عطاء الله الواسع محيت عنه مئة سيئة وكتبت له مئة حسنة وكان في حرز من الشيطان في يومه ذلك ولم يأتي أحد بمثل ما فعل إلا رجل قال فزاد على قوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذكر له نور وله بركة في الأمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة